السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته طيب قياس دقال أطفال المعاقين سمعيا لا بيحتاج بقى للشخص مضرب على العمل مع زو الإعاقة السمعية طيب الخصائص اللغوية طبعا ناس عندها مشكلة سمعية أو إعاقة سمعية أول ما بيتأثر بالإعاقة السمعية هي اللغة مجال اللغة جميل؟ والنمو اللغوي بالنسبة للمعاقين سمعيا بيعتمد على الوقت اللي حدثت فيه الإصابة بالعاقة السمعية زي ما احنا تحدثنا قبل كدة يعني هل الولد المعاقين دات ولد وهو عنده العاقة السمعية؟ أم حدثة العاقة السمعية بعد سن الثلاث سنوات زي ما احنا تحدثت قبل كده؟ تكلمنا على النقطة المهمة ل choice الخصائص التربوية بالنسبة للمعاقين سمعيا المعاكم سمعيا بعض الأبحاث بتقول أنه عندهم انخفاض في مستوى التحصيل الأكاديم مكونة بمين؟ مكونة بأقوانهم العاديين بالناس اللي بتسمع الناس العادي عندهم ضعف في مهارات القراء نحن بنتكلم على أنهم ضعف السمع طيب كمان عندنا يعني مش فقط التحصيل الأكاديمي ولكن التحصيل المعرف ككل طب الانخفاض في التحصيل الأكاديمي يقود لأسباب إيه؟ ممكن المناهج مش مناسبة طرق التدريس مستوى كفاءة المعلمين